اشتركوا في القناة 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 لانه قريب من الطلبة ويقدر دائما يلهمهم فحقيقة نشكر الوزارة على توفير جميع المتحدثين اليوم ولكن هدف اليوم من هذا البرنامج هو انحن نرسل كذا رسالة لكم الرسالة الاولى هي ان الامارات اليوم اصبحت عنوان لابتكار انتوا اليوم محظوظين نحن لما كنا على ايامكم فرص العمل كانت محدودة ما اعتقد في دولة في الوطن العربي او حتى الاسلامي توفر هذه الخيارات لطلبتها انتوا عندكم اليوم اقمار صناعية فضاء طاقة متجددة طاقة نوية ذكاء اصطناعي حكومات متقدمة فرص حقيقتك كنا ما نحلم فيها ابدا مش فقط هندس احنا اليوم فعلا في مهرجان للعلوم والتكنولوجيا ولكن ايضا حتى على مستوى الثقافة عنا من افضل متاحف عالميا متحف اللوفو هذا حد بيتخصص في التاريخ عنا صاروق الحديد من افضل وعرق المواقع التراثية في المنطقة فحقيقة لما نقعد ونفكر في كل التخصصات هذه اليوم الامارات توفر فرص عمل الكثير الكثير يحلمون فيها فحقيقتها فرصة ذهبية ولكن مع كل فرصة دائما هناك تحدي فشو هو التحدي لكم انتم اذكر لما كنت طالب كنت مضغوط مثلكم وكنت ايضا في مرحلة المناهج تغيرت كنت مناهج بريطاني بس كنت لاحق على مرحلة انتقالية فطالب دائما يستعد لامتحان ودائما يحب يكون هو الافضل فأخ مش اخوي انا اخ صديقي انا زميلي العزيز عند اخ اكبر مننا سنا وكان يدرس في كيمبرج فلما ارجع في الامارات كانت فترة امتحاناتنا فكان ينصحنا قال لي معلومة احب اوصلكم اياه لانا فعلا اثرت فيي طول مراحل الدراسة وانا مارت في جميع المراحل قال لي احمد اهم مرحلة بتمر فيها في حياتك هي الثانوية العامة لان كل درجة تحصل عليها تفرق في مستقبلك اللي حصل 90% ممثل حصل ثمانين ترى ولحصل ثمانين ممثل حصل سبعين فهذه الفترة هي اهم فترة في حياتكم هي فترة مصيرية الباقي مهم الدراسة الجامعية مهمة ودراسات العليا ايضا مهمة لكن اللي تحصلوا علي اليوم بيحدد مستقبلكم مدى الحياة على سبيل المثال كم حبهني حاب يدرس خارج الدولة رفو عديكم نبقى فوق التسعين تسع وثمانين ما ادخلكم فاللي بغيت اوصلكم يا اليوم انه صحيح في فرص موجودة بس هذه الفرص كلها حق اللي يسعون لها حتى ايضا الهندسة كم يبقى يكون مهندس اليوم فيكم فوق اعلى زين اقل شي ثمانين في المية فتحملوا المرحلة هذه تحملوا سنوات هذه كقالت تكون عندكم عزيمة واسرار لدوة الامارات اليوم اتوفلكم جميع الفرص جميع التخصصات جميع الشركات نحن في الوزارة ملزومين كل طالب او طالب اماراتي يتخرج من الثانوية العامة نحن ملزومين بتوفير مقعد دراسي بالمجان في التعليم العالي لكن هذا المقعد يتناسب مع قدرات الطالب اللي يتخرج على الحافة له مسار واللي يتخرج خمسة وتسعين له مسار ففي الختام بس حبيت اني اوصلكم من الرسالة هذه نحن ان شاء الله نتمنىكم تنظمون الينا في التعليم العالي وحقيقة كل اللي بنى اليوم هذا كله مكر رح يحصل لولا الاستثمار في الإنسان وهذه بقولة كان دائما يقولها الوارد المؤسس المغفول وبذن الله تعالى الشيخ زايد في كل كلمة كان يقولها ان الاستثمار في الإنسان قبل البنيان فانتمنىكم التوفيق ان شاء الله في هذا المهرجان اتمنىكم ايضا التوفيق في امتحاراتكم وانتراكم ان شاء الله في التعليم العالي اشتركوا في القناة